اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا والشفاء صدورنا يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أحبة في الله ما زلنا وياكم في تفسير سورة الإسراء ووصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوة إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول أنه لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء وهذه حقيقة كان على الكفار أن ينتبهوا إليها ويراعوا هذه المعلومة ويأخذوها سبيلاً إلى الإيمان بالله أنه يعلم كل شيء ومدام الله سبحانه وتعالى يعلم جميع الأحوال ولا يخفى عليه شيء فهو أعلم بأحوالهم هذه الأول يستمعون إليك الثاني وإذ هم نجوة الثالث إذ يقول الظالمون إذن هم يستمعون ثم يتناجون ثم يتكلم بعضهم لبعض قالوا أن سبب نزول هذه الآية ما كان عند العرب من حب للغة العربية وشغف بأساليب البيان لذلك كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم من جنس ما نبغ في هؤلاء هكذا كان الله سبحانه وتعالى مع جميع الرسل وكان للعرب أسواق للبيان والبلاغة يجتمع فيها أهل الشعر والبلاغة والفصاحة وفي مكة تصب كل الألسنة في مواسم الحج فعرفوا صفوة لغات الجزيرة وأساليب هذه اللغات ومن هنا انجذبوا لسماع القرآن وشغفوا ببيانه بما لديهم من إذن مرهفة للأسلوب والملك العربي الأصيلة إلا أن القرآن له مطلوبات وتكاليف لا يقدرون هم عليها ولديه منهج سيقوض هذه المملكة مملكة السيادة التي يعيشون فيها ومن هنا كابروا وعاندوا ووقفوا في وجه هذه الدعوة وإن كانوا معجبين بالقرآن إعجاباً بيانياً بلاغياً بما في طبعهم من هذه الملكات العربية قال نحن أعلم بما يستمعون به أي بالحال الذي يستمعون عليه إذ يستمعون إليك بحال إعجاب ثم قال وإذ هم نجواء من التناجي وهو الكلام سراً فالمعنى نحن أعلم بما يستمعون إليه وإذ هم متناجون أو نجواء فكأن كل حالهم يتناجون مع بعضهم وهذا القول فيه مبالغة كما تقول رجل عادل ورجل عدل ومن تناجيهم ما قال أحدهم بعد سماعه لآيات القرآن قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما يقول هذا بشر وكلمة مسحورة اسم مفعول من السحر وهي تخيل الفعل وليس فعل وتخيل القول وليس قول قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا أي فلا يهتدون إلى الحق ولا يجدون إليه مخلصة وتعجب مما هم فيه من تخبط فمرة يقولون عن هذا القرآن سحر ومرة يقولون شعر ويصفونك بأنك شاعر كاهن ساحر ومن رحمة الله عز وجل بالعب أن أخر له التكليف إلى سن البلوغ واكتمال العقل وحتى يكون قادرا على إنجاب مثله لأنه لو كلفه قبل البلوغ فسوف تطرى عليه تغييرات غريزية قد يحتج بها ومع ذلك طلب من الأب أن يأمر ابنه بالصلاة قبل سن التكليف ليعوده الصلاة من الصغر ليكون على إلف بها حتى يبلو سن التكليف وليألف صيغة الأمر من الآمر فقول الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال أي قالوا مجنون والمجنون ليس عنده اختيار بين البدائل فهو كبير وليس مجنون وقول الله عز وجل فضلوا فلا يستطيعون سبيلا أي لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل بمثل يكون صادا وصارفا لمن يؤمن بك أن يؤمن فقالوا مجنون وكذبوا قالوا ساهر وكذبوا قالوا شاعر وكذبوا قالوا كاهن وكذبوا فسدت الطرق في وجوههم ولم يجدوا منفذا لصد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا لك الأمثال بالمسحورين وأنت لست مسحور أنت النبي أنت رسول الله فضلوا ولم يهتدوا وحاربوا فلم يجدوا طريقا يسلكونه لا إلى الهدى ولا إلى تعليل هذا الموقف المريب الخاطئ ويقول الله عز وجل وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أحبتي بالله لقد كانت قضية البعث مثار جدل طويل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين واجتمل القرآن الكريم على الكثير من هذا الجدل مع بساطة هذه القضية ووضوح هذه القضية عند من يتسور طبيعة الحياة والموت وطبيعة البعث والحشر ولقد عرضها القرآن الكريم في هذا الضوء مرات كثيرة ولكن القوم لم يكونوا يتصورونها بهذا الوضوح وبتلك البساطة فكان يصعب عليهم تصور البعث بعد الفناء المسلط على الأجسام ذلك أنهم لم يكونوا يتدبرون أنهم لم يكونوا أحياء أصلاً ثم كانوا أحياء وأن النشأة الآخرة ليست أعسر من النشأة الأولى وأنه لا شيء أمام القدرة الإلهية أعسر من شيء وأدات الخلق واحدة في كل شيء كن فيكون فيستوي إذن أن يكون الشيء سهلاً وأن يكون الشيء صعباً في نظر الله سبحانه وتعالى متى توجهت الإرادة الإلهية إلى هذا الأمر ما في شيء صعب ولا في شيء سهل والاستفهام في هذه الآية استفهام للتعجب والإنكار لموضع البعث يوم القيامة بعد أن صاروا رفاتاً وعظاماً لقد استبعد هؤلاء البعث بعد الموت لأنهم غفلوا في بداية الوجود وبداية خلق الإنسان ولو استعملنا علم الإحصاء الذي استحدثه العلماء لوجدنا يخدم هذه القضية الإيمانية فلو أحصينا تعدد العالم الآن لوجدناه يتزايد وفي الاستقبال يزيد وفي الماضي يقل وهكذا إلى أن نصل بأصل الإنسان إلى الأصل الأصيل وهو آدم حوى فمن أين أتيا آدم حوى فهذه قضية غيبية كان لابد أن يفكروا فيها كيف خلق آدم حوى كيف جاء آدم حوى ولأنها قضية غيبية فقد تولى الله سبحانه وتعالى بيان هذه القضية لأن الناس سوف يتخبطون فيها حتى لا ننساق وراء الذين سيتهورون ويهرفون بما لا يعلمون ويقولون بأن أصل الإنسان كان قرد وهذه مقولة باطلة يسر ردها بأن نقول ولماذا لم تتحول القرود الباقية إلى إنسان وعلى فرض أن أصل الإنسان قرد فمن أين أتى إنها نفس القضية تعود بنا من حيث بدأت إنها مجرد شوشرة وتشويه لوجه الحقيقة بدون مبر وقد وقف الفلاسفة طويلة أمام قضية البعث وأخذوا منها سبيلا لتشكيك الناس في دين الله قال كونوا حجارة أو حديدة كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا آخر مما يكبر في صدوركم لكم أن تتصوروا هل سوف تنفق هذه الحياة في الحديد ولا لا سيبعذكم الله لو كنتم حديدا أم لا وهم لا يملكون أن يكونوا حجارة أو حديدا أو خلقا آخر ولكنه للتحدي سيبعذكم ولو كنتم حديد وفي كذلك ظل التوبيخ والتقريع فللحجارة والحديد جماد لا يحس ولا يتأثر وفي هذا إيماء من بعيد إلى ما فيه تصورهم من جمود وتحجر أي قل ردا عليهم يا محمد إن كنتم تستبعدون البعث وتستصعبون البعث مع أنه بعث للعظام والرفات وقد كانت لها حياة في فترة من الفترات ولها إلف بالحياة فمن السهل أن نعيد إليها الحياة بل وأعظم من ذلك ففي قدرة الله أن يعيدكم حتى وإن كنتم من حجارة أو من حديد وهي المادة التي ليس بها حياة وكأن الله سبحانه وتعالى يتحداهم بأبعد الأشياء عن الحياة ويتدرج بهم من الحجارة إلى الحديد لأن الحديد أشد من الحجارة وهو يقطع الحجارة فلو كنتم حجارة لأعدناكم حجارة ولو كنتم حديدا لأعدناكم حديدا هكذا أحبتي في الله وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة ونراكم في حلقة أخرى وصلى الله بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا والشفاء صدورنا يا رب العالمين اللهم اشتركوا في القناة